شوفين كيف الجيلاتين بدأ مفعوله الجيلاتين والويت شوكليت عشان كده إحنا ما حطينا الجيلاتين واجد لأنه الويت شوكليت برضو بيعطينا نفس الأفكت أو بيثقل لنا المكون الرئيسي شوف كيف جئ قوامه بيرفكته أقدر أغرفه على طول مباشرة ما في صاير إيري بعد أيوة وأقدر لأنه الإيري هذا من الكريمة يوم خفقناها فصاير أعطاه هوى شوي وعطاه جموت أنا أحب دائما بالبليتينج للأشياء هذي يستخدم البايبينج باك يصير أن أنضف السيرويس لد ما أقدر نقدر نستخدم الملعقة ونقدر نستخدم البايبينج باك وبعد كده بنروح نشوف القرانولا حقتنا وشي مسوية إذا جمدت يصير نقطعها ويصير حلانة كله جاهز ويت شوكليت طماط ستروبيري قرانولا توقعين تتمازج مع بعض كويس والحالي أنا أشوف في المربة اللي مساوي يعني ريحته حلوة إن شاء الله طعمه كمان حلو زي ريحته زي منظر وكمان الفراولة مع الطماطم لأنها نفس اللون صغيرة بيرش وأنا أردي مقتنعة في مربة الطماطم مع الفراولة شفت كيف البايبين باك يفرق معنا يعطيني نفس المستوى ومنفس الوقت وما يوسخ للقاسة تحطين لنا شوية من المربة طبعا المربة يفضل إنه روم تمبريتشا رواقل لأنه إذا قلنا إذا هو كان مرة حار بيدوّب لي الكريمة فيفضل روم تمبريتشا ويصير جدد كفايا شذي أيوة بس تحطينها على أطراف عشان نصير منظرها بس شوية تمغري نقدر برضو هنا اللي يحب الكساكي تحب شيئا مقرمشة بوسط الشي أنا ما فضلتها هذه المرة تعرف شنو ذكرني فيه البورفي اللي يكون زبادي مع مربة وغرانونا لأنه نفس المكونات تقريبا اللهم يمكن هما ما قد تهوروا حطوا طماطم إحنا تهورنا وحطينا طماطم حطي الطبقة الثانية وصير حلانة والمصد جاهز والله أنا مثل ما قلت لك وصفاتك حبوبة نفسك الله خليك ممتعة وسهلة ومريحة صراحة ويصير حلانة جاهز لبعض من الديكور وخلص ياس الحلاء يعتبر من ناحية الكوست جدا منخفض ومن طريقة التسوي ووقت العمر حقه نقدر نسوي بكميات كبيرة للعزائم ويقدم بعد الأكل طبعا إذا بعض الناس يسألون كم حبة تكفيه هي بناء على حجم الكوب عندنا إذا كوب كبير عدد أقل إذا كوب أصغر أنا دائما أفضل إنه ناخذ أصغر بس هذه عشان بريزنتيشن تصير مظهرة أحلى بس البورشن حقا يصير أصغر يصير مكون هذا حقنا تقريبا يكفيه إلى 20 كاسة أسكرها ببلاستيك وأقدر أخزنها بالثلاجة لفترة من ثلاثة إلى أربع إيه طلآن فينا نسوي الديكور بالوايد شوكوت المجروش وعندنا الفراولة وعندنا هنا بعضا من النعناع وعندي بقايا المربع حقي حطيته بايبينج باك يصير أقدر أسوي له بايبينج الأطراف شوي وبتقد بثلاجة تقريبا من ثلاثة إلى أربع إيه يفضل إن ناخذها أو ناكلها بهذا الوضع كيف المنظر جدا جميل حلو يلا هم بس نشيك على القرنولة ونشوف كيف صارت النتيجة حلوة طبقات تشحي للعين بسيطة الكل يقدر يطبقها في البيت سواء بنفس المكونات أو حتى مكونات ثانية حين صارت جاهزة نقطعها أنت من قبل لا تشتغلين بالقرنولة صح؟ ولا تسويينه بدون مادة رابطة في العادة الناس أنا سوي بدون مادة رابطة وأستخدم زيت جوز الهنج فيه بس العسل نفسك أحط عسل بعد بالضبط أنا مع العسل من ناحيتين أول شيء إنها مادة رابطة والثاني شيء إنها تخليني أستغني أن أستخدام السكر وبرضو هنا سوينا تمر ففي عندنا أشياء كثيرة حلوة والحلو في هاي الوصفة أن أنت مطلعت أن تستخدم على نوع من الزيت صح؟ ما يحتاج زيت حتى لما حمرت الشوفون؟ حتى لما حمصتهم لأنه كل هذولي فيهم دهون أريدي منهم وفيهم دهون نفاتية صح؟ فأنا ما يحتاج أستخدم أي شيء الآن هذه نقدر نقطعها كلها ونستخدمها كسناك طبعا تقعد فترة طويلة لأنه كل المواد اللي فيها ما فيها بروتين فتقدر تقديم تقعد بالروم تيمبريتشر والمدة حتى شهر شرايك جميع صح؟ والشراك ألا أخذ الحبتين وبقطعها وبنزين فيها حلانة يصير عندنا حلاء اثنين في واحد حلاء وسايد حلاء وسايد يصير اللي يبغى يستمتع بالحليين يقدر يستمتع أنا هذا الحلاء باكلة ريوق صح؟ أنا أشوف طبق شيف عزيز اليوم كلش مناسب حق اليمعات الكبيرة أو المناسبات اللي جداً كبيرة حالها سهل يستوي ينحط في كاسات صغيرة وممكن أننا ندخلها في الثلاجة وسهل تقديمها وهذا الحلاء الثاني ونقدر نكمل بعدين باقي التقطيع ونخلص طبقنا الشكل جداً مقنع الأبيض والأحمر والبرزنتيشن مع كسرنا مع أخضر الريحة جداً جميلة متحمس أني أدوب طبق فيه طماطم وهذا الطبق صار جاهز تتوقعين اللي شاف الحلقة هذه بيبدأ يدخل الطماطم في الحلقة ولا مستغربين الفكرة؟ ولاحظ كل شيء كل شيء يمشي؟ كل شيء يمشي والنجمة الثانية اللي في هاي الطبق اللي هو القرانولا القرانولا كخيار صحي جداً جميل أنا أحرص على القوامة والمكونات السهلة والمحمصة والنو بيت وحتى نقدر نسوي كمية عودة ونخليها كل مرة نتريك فيها ونتفطر فيها بابا بابا حلانة هذا صار جاهز يعطيك ألف عافية شاف تورينا بداعك مجدداً في عالم الموالح إن شاء الله شكراً مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة